بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين نحن أمام عمل منظم عمل إجرامي تأمري منظم ليس عملا عشوائيا كما قد يتصور البعض ليس عملا يقوم به حفنة من العراب الجهلة كما قد يتصور البعض الآخر وإنما كان خطة مدروسة نكاد نجزم أن اليهود كانوا وراءها وأن أعداء الإسلام من الصليبيين الأوائل كانوا يقفون خلفها ويمدونها بالمشورة والتخطيط تجلت هذه الصورة في معركة الصفين في معركة الجمل كما هو واضح اندفع طلحة والزبير ومن ورائهما عائشة بنت أبي بكر إلى معركة غير مدروسة لا هي مدروسة في الخريطة السياسية أقنعهم معاوية أنه قد بيع للزبير بن العوام وكانت عائشة أم المؤمنين ترغب أن تنتهي هذه المعركة بفوز طلحة بن عبيد الله ابن عمها بمنصب الخلافة إلا أن شيئا من ذلك لم يتحقق لهم والإنجاز الوحيد الذي تمكن هؤلاء من تحقيقه هو إلحاق الخسائر بالمسلمين وتفكيك الصف المؤمن وأحداث كم لا يستهان به من الجراحات والسارات بين المسلمين عندما انتقلت المواجهة لتصبح بين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومعاوية كان الجدأ يعني كانت المعركة وضحت المعالم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لمن كانت لديه القدرة على التمييز بين الحق والباطل طبعاً إحنا بنسمع نسمع من السزج والبسطاء تلك العبارة المشهورة بأنه كلاهما كان مجتهدون وهذا الإمام علي كان مجتهداً مصيباً وله أجران وأن معاوية كان مجتهداً مخطئاً وله أجر واحد وكأن القتل ينبغي أن يكافأوا على جرائمهم وعلى ارتكاباتهم بينما يقول لأن الله تبارك وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور المسلم الحقيقي ينبغي أن تكون لديه القدرة على التمييز بين الحق والباطل والخطأ والسواب وعلى اتخاذ الموقف الأمثل بالوقوف إلى جوار الحق ومحاربة الباطل وإلا لا معنى للحياة ولا معنى للجهاد طبعا استعان معاوية بن أبي سفيان بعمر بن العاص نظرا لخبراته التأمرية الإجرامية وكانت المشورة التي أسداها عمر بن العاص لمعاوية بن أبي سفيان تتعلق بتضليل الرأي العام المسلم بين قوسين الذي كان في بلاد الشام وإقناع قاداتهم بأن علي بن أبي طالب قتل عثمان بن عفان فدعا أحد الأشخاص واسمه شرحبيل بن الصمت وكان هذا الشرحبيل يمتاز بالحمق والجهل لكنه على شاكلة الكثير ممن تمكنوا من قيادة الأمة الإسلامية والتحكم في مصيرها ومسارها كان الأحمق المطاع أقنعه معاوية بن أبي سفيان أو قال له أن علي بن أبي طالب قتل عثمان بن عفان وأننا نريد أن نأخذ بسائر عثمان بن عفان ورتب له شهود الزور الذين أقنعوه بهذه الأكذوبة مما ساعد معاوية على حشد الناس وجمعهم للوقوف خلف رايته الضالة المضلة يقول ابن جرير الطبر في تاريخه لما قتل عثمان بن عفان قدم النعمان بن بشير على أهل الشام بقميص عثمان ووضع معاوية القميص على المنبر وكتب بالخبر إلى الأجناد وساب إليه الناس وبكوا سنة وهم على المنبر والأصابع معلقة فيه أصابع نائلة التي قطعت أثناء قتل عثمان بن عفان زوجته وآل الرجال من أهل الشام ألا يأتوا النساء أو لا يناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة أثمان ومن عرض دونهم بشيء أو تفنى أو من عرض دون ذلك بشيء أو تفنى أرواحهم فمكسوا حول القميص سنة والقميص يوضع في كل يوم على المنبر ويجلله أحيانا فيلبسه وعلق في أردانه أصابع نائلة ثم مضى معاوية ينشر في الناس أن علي قتل عثمان بن عفان ما هو الفارق بين معاوية أبن أبي سفيان وجورج بن أبي بوش صاحب دعوة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشام كلاهما كذاب أشر كلاهما مختلق ومفتر فلم يكن لدى العراق أسلحة الدمار شامل ولم يكن علي بن أبي طالب متورطا في دم عثمان بأي حال من الأحوال الذي قتل عثمان وحرد عليه كانوا من أنصار معاوية وأحد هؤلاء هو عمر بن العاص الذي حرد على قتل عثمان ثم ذهب ليقيم في فلسطين وعندما وصل له خبر مقتل عثمان قال قتلته يعني عثمان وأنا بواد السباع ثم سأل من يلي هذا الأمر من بعده إن يليه طلحة فهو فتى العرب وإن يليه ابن أبي طالب فلا أراه إلا سيستنطقه الحق وهو أكره من يليه إليه فلما بلغه أن علي قد بوع له اشتد عليه وتربس أياما ينظر ما يصنع الناس فبلغه مسير طلحة والزبير وعائشة وقال أستأني وأنظر ما يصنعون فأتاه الخبر أن طلحة والزبير قد قتل فاختلت عليه أمره فقال له قائل إن معاوية بالشام لا يريد أن يبايع العلي فلو أردت معاوية فلو قربت معاوية فكان معاوية أحب إليه من علي بن أبي طالب وقيل له إن معاوية يعظم شأن قتل عثمان ابن عفان ويحرد على الطلب بدمه فقال عمره ادعوا لي محمدا وعبد الله ابناه فدعهم له فقال قد كان ما بلغكما من قتل عثمان وبيعت الناس لعلي وما يعد له معاوية من مخالفة علي وقال ما تريان أما علي فلا خير عنده فيش دنيا وهو رجل يدل بسابقته يعني بجهاده في سبيل الله وإعلاء كلمته وهو غير مشرك في شيء من أمره فقال له عبد الله ابن عمر أرى أن تكف يدك وتجلس في بيتك حتى يجتمع الناس على إمام فتبايعه وقال محمد ابن عمر أنت نياب من أنياب العرب فلا أرى أن يجتمع هذا الأمر وليس لك فيه صوت ولا ذكر قال عمر أما أنت يا عبد الله فأمرتني بالذي هو خير لي في آخرتي وأسلم في ديني وأما أنت يا محمد فأمرتني بالذي هو أنبه لي في دنياي وشر لي في آخرتي خرج عمر بن العاص ومعه ابناه وقدم على معاوية فوجد أهل الشام يحضون معاوية على الطلب بدم عثمان فقال عمر بن العاص أنتم على الحق أطلبوا بدم الخليفة المظلوم ومعاوية لا يلتفت إلى قوله فقال ابن عمر محمد عبد الله لعمر ألا ترى إلى معاوية لا يلتفت إلى قولك انصرف إليه فدخل عمر على معاوية فقال والله لا عجم لك إني أرفدك بما أرفدك وأنت معرض عني أما والله إن قتلنا معك نطلب بدم الخليفة فإن في النفس من ذلك ما فيها حيث نقاتل من تعلم سابقته وفضله وقرابته ولكن ولكن إنما أردنا هذه الدنيا فصالحه معاوية وعطف عليه طبعا ما قاله معاوية بن أبي سفيان عندما صالح الحسن بن علي يكشف عن خبيئة نفسه ويكشف عن انحطاطه وافتقاده لقيم الدين ولقيم الأخلاق ولأي حرص على مصلحة الأمة فمثل هؤلاء لا صالحة ولا مصلحة لهم في الاهتمام بمصلحة الأمة وإنما هم يرون أن الدنيا أكلة يأكلونها وشربة يشربونها ولا شيء غير ذلك عندما خطب في النخيلة قال ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها فندم ثم قال إلا هذه الأمة فإنها وإنها ثم قال إني والله ما قتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتحجوا ولا لتزكوا فإنكم تفعلون ذلك وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون طبعا هناك وسائل أكثر حطاطا استخدمت في التآمر على معسكر الحق وعلى الأمة الإسلامية بأسرها من أجل تحقيق هذه الغايات الشيطانية مثل الرشوة عندما حاول أن يرشو قيس بن سعد بن أبي وابن عبادة وللإمام علي عليه السلام على مصر وكان متشيعا ومواليا للإمام فقال له إن استطعت يا قيس أن تكون ممن يطلب بدم عثمان فافعل تابعنا على أمرنا ولك سلطان العراقين إذا ظهرت ما بقيت ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطاني وسلني غير هذا مما تحب طبعا كان رد قيس بن أبادة قيس بن سعد أبادة ابن أبادة هو الرفض المطلق ثم وصل ارتكاب الجرائم التي تمكنه من السيطرة والهيمنة على الأمة الإسلامية إذ أرسل إلى مصر من قام بتسميم مالك الأشتر الأمير الذي أرسله الإمام علي عليه السلام إلى مصر وكان هذا الرجل من خواص الإمام علي بن أبي طالب ومن أفضل قادته ومن أكثرهم بزلا للجهد في نصرة الحق الذي هو لأهل بيت النبوة عليه السلام الذي نخلص إليه أن الصراع لم يكن مجرد صراع على الملك وإنما كان صراعا لأجل نصرة الشيطان ولأجل تمكين حزبه من البقاء والفوز والهيمنة على رقاب المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام رأينا كيف قام مارس معاوية بن أبي سفيان سياسة الاغتيال السياسي وكيف قتل مالك الأشتر الذي هو مدفون الآن في القاهرة بالقرب من القاهرة وكان من أفضل قادة الإمام علي بن أبي طالب وأكثرهم جرأة وشجاعا وشجاعة وهو الذي كاد أن يقتحم المعسكر الأموي معسكر أو فصطة معاوية بن أبي سفيان لو لا أولئك الحمقى الذين أكبروا الإمام علي بن أبي طالب على قبول التحكيم فأرسل إليه من سمه وقتله وخرج يقول للناس إن لله جمود من عسل طبعا هناك مزيد من الجرائم من بينها الإغارة على المدنيين وقتل النساء الأطفال حيث وجه معاوية في هذا العام سفيان بن عوف في ستة آلاف رجل وامرأة وأمره أن يأتي هيت بالعراق فيقطعها وأن يغير عليها ثم يمضي حتى يأتي الأنبار والمدائن فيوقع بأهلها يعني سياسة نشر الرعب والفوضى والإرهاب من يكون الإرهابي إذن إن لم يكن معاوية بن أبي سفيان إرهابيا أمر معاوية عبدالله بن مسعدة الفزاري في ألف وسبعمائة رجل إلى تيماء وأمره أن يأخذ منهم صدقات المال ممن مر به من أهل البوادي وأن يقتل من امتنع من أطائه الصدقة من أطائه صدقة ماله ثم يأتي مكة والمدينة والحجاز ويفعل ذلك ثم وجه معاوية الضحاك بن قيس الفهري وأمره أن يمر بأسفل واقصة وأن يغير على كل من مر به ممن هو في طاعة علي من الأعراب ووجه معه سلاسة آلاف رجل فسارف أخذ أموال الناس وقتل من لقيا من الأعراب ومر بالسعلبية حتى انتهى فأغار على مسالح علي نقاط الحراسة وأخذ أمتعتهم ومضى حتى انتهى إلى القطقطانة فأتى عمر بن عميس بن مسعود وكان في خيل لعلي وأمامه أهله ويريد الحج فأغار على من كان معه وحبسه عن المسير فما لما بلغ ذلك عاليا صرح حجر بن عدي الكندي في أربعة آلاف وعطاهم خمسين خمسين فلحق الضحاك بتدمر فقتل منهم تسعة عشر تسعة عشر رجلا وقتل من أصحابه رجلان في عام أربعين للهجرة أرسل معاوية بن أبي سفيان بصر بن أبي أرطأ في سلاسة آلاف من المقاتلة إلى الحجاز حتى قدموا المدينة وعاملوا عليهم عليها يومئذ أبو أيوب الأنصري ففر عنهم أبو أيوب وأتى بصر المدينة فصعد المنبر وقال يا أهل المدينة والله لو لمعهد إلي معاوية ما تركت بها محتلما إلا قتلته ثم مضى بصر إلى اليمن وكان عليها عبيد الله كان عليها عبيد الله بن عباس عاملا علي فلما بلغه مسيره فر إلى الكوفة حتى أتى علي واستخلف عبد الله بن عبد المدان الحارسي على اليمن فأتاه بصر فقتله وقتل ابنه ولقي بصر أبناء عبيد الله بن عباس وفيهم ابنان له صغيران فزبحهما يعني ليس فقط انتهاك الأراضي وسرقة الأموال وإنما زبح الأطفال وقد قال بعض الناس أنه وجد ابن عبيد الله بن عباس عند رجل من بني كنانة من أهل البادية فلما أراد قتلهما قال الكناني على ما تقتل هزين ولا زنب لهما فإن كنت قاتلهما فاقتلني فقتله فبدأ بالكناني فقتله ثم قتلهما وقتل في مسيره ذلك جماعة كثيرة من شيعة علي باليمن ولما أرسل علي بن أبي طالب جارية بن قدامى في طلبه هرب إذن كانت هذه هي أهداف الدولة الأموية البازغة وأسليبها في الوصول إلى هذه الأهداف لا فارق بين معاوية وصدام حسين وإتلر يضاف إليهم الآن جورج بوش فكل هؤلاء لديهم مبدأ الغاية التي تبرر وسيلة ولكننا نزعم أن ما ارتكبه ابن آكلة الأكباد الذي ادعى أنه خير من يحافظ على الإسلام وخير يعني من يمثله وأنه القوي على صيانة حقوق المسلمين وأموالهم وهناك من يدعي أن ما قام به بعد ذلك من غزوات كانت في سبيل الله وكانت في سبيل نشر الإسلام ولا أدري كيف يمكن أن يكون نشر الإسلام على يد هؤلاء المجرمين البرابرة الذين لم يرعوا حرمة ولا زمة لأي من المسلمين فما بالك بمن قتل المؤمنين الوادعين من أهل بيت النبوة عليهم السلام الإمام علي على الناحية الأخرى كان يرفعوا شعار وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله الإمام علي بن أبي طالب كان يتمثل بالقيم الإخلاقية العالية والرفيعة وكان يلتزم بعهد الله أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وكان يقول أن الوفاء هو تأم الصدق ولا أرى جنة هي أوفى من الصدق ولا يغضر من علم المرجع إلا أن المسلمين آثاروا ذلك النموذج المنحط وفضلوه على النموذج العلوي الذي كان يحرص أو يسعى لتدريب الناس وتعويدهم على القيم الإسلامية أو على التزام القيم الإسلامية الرفيعة لم يكن عند هؤلاء أي نية لالتزام هذه القيم والمبادئ فهم أبعد ما يكونون عنها الإمام علي بن أبي طالب عندما عرض عليه أن يتقاسم جغرافيا الأمة الإسلامية فيكون رهع العراق وما حوله ويبقي معاوية على ملك الشام وما حوله قال لمن وجه إليه هذا الخطاب إني تأملت في هذا الأمر وقلبته ظهرا لبطن فلم أجد إلا القتال أو معاجلاجة الأصفاد في النار سيقول البعض أو سيزعم البعض أن هذا الموقف العلوي كان يخلو من المرونة أو كان يخلو من التدبير السياسي وكان من الأفضل أن يمارس الإمام علي بن أبي طالب قدرا من هذه المرونة وقدرا من هذه السياسة إلا أن ما فعله الإمام علي بن أبي طالب وبقي حتى الآن في ذاكرة التاريخ يستلهمه المؤمنون الخلص يستلهمه الأمناء على قيم الإسلام ومبادئه يستلهمه السعون لإقامة دولة الحق ودولة العدل التي يقودها مهدي آل محمد لا يمكن لهم أن يقبلوا بهذا المنطق فلولا السلوكيات والمبادئ الأخلاقية الرفيعة التي أرساها وأسسها الإمام علي بن أبي طالب والآئمة من بعده الحسن والحسين الشهيد لما عرف المسلمون الفارقة بين الإسلام الحقيقي والإسلام المزيف ولكان من أسهل الأمور على الإطلاق أن يجري خداعهم بالإسلام الأمريكي والإسلام الصليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة